استقبل اليوم السيد الفريق أول السعيد جنغريحا رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي بمقر ياركان الجيش الوطني الشعبي السيد جوزيف بيتي أسومو الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية الكاميرون المكلف بالدفاع الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي حضر اللقاء كل من السادة قادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني واركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الكاميرونيك السيد الفريق أول وبعد الترحيب بالوفد الضيف أكد أن هذه الزيارة ستشكل تمهيدا لتعاون عسكري يجسد الإرادة السياسية لقائدي البلدين في إرساء تعاون متنوع ويعكس ديناميكية المرجوة في العلاقات الثنائية إن زيارتكم إلى بلادنا ستشكل بدون شك تمهيدا لتعاون عسكري مفيد لكل البلدين وذلك بصرف النظر عن الظرف الأمن الذي تعرفه قاراتنا كما أنها تمثل دليلا على عزمنا تجسيد الإرادة السياسية لقائدي البلدين قصد العمل سويا على إرساء أسس تعاون متنوع قائما على الحوار الصريح والتشاور المتبادل من أجل معالجة القضايا ذات الأهمية المشتركة زيارة تعكس فعلا الديناميكية التي نسعى إلى بعثها في علاقاتنا الثنائية كما كدى السيد الفريق أول على ضرورة إدراج تعاون بين الجيشين في إطار بروتوكول تعاون عسكري تتم المصدقة عليه من الطرفين وإنني على يقين أنه تحدون جميعا إرادة حقيقية من أجل العمل على إرساء وتطوير تعاون دائما قائما على أساس الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز التشاور بين مؤسساتين بهذه المناسبة بودي إبلاغكم عن كامل استعدادنا للتشاور بخصوص الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات في مجال تعزيز القدرات العسكرية لذا فإنه يتعين إدراج التعاون بين جيشين في إطار بروتوكول تعاون عسكري تتم المصادقة عليه من الطرفين وستسمح زيارتكم اليوم بوضع معالم هذا التعاون للتواصل إلى التوقيع على اتفاق في هذا المجال بين جيشين من جهته شاد السيد جوزيف بيتي ياسومو الوزير المنتدى بلدى رئاسة جمهورية الكاميرون بحرص الجزائر على تقوية أواصر التعاون والتنصيق مع جمهورية الكاميرون وكذا بقي الدول الإفريقية بغية الحفاظ على السلم والاستقرار لا سيما من خلال الدعم المتعدد الأشكال الذي تقدمه في سبيل استتباب الأمن عبر كافة ربوع القارة الإفريقية في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد جوزيف بيتي ياسومو على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي ترجمة نانسي قنقر